محمود النهاردة المغرب قدام اسبانيا احنا في كل لحظة من اللحظات المباراة احنا وصلين لمرحلة انه اسبانيا بالفعل مش عارفة تختارك المنتخب المغربي الا في لحظات نادرة جدا والمنتخب المغربي كمان كان عنده فرص خطيرة على المنتخب الاسباني زي وليدر كراكي وصل للمرحلة دي مع المنتخب المغربي ويدلو الثقة والثبات انه انا هلعب مع المنتخب اسبانيا حتى التصريحاته قبل المباراة والجماهير تتحدث عن احنا ند الاسبانيا يا جماعة احنا احنا منتخب قوت مش منتخب ضعيف راح يلاعب منتخب اوروبي كبير فان شاء الله بالروح والاراضة والحماس كلمة اللي انت عارفهم دول تمام نكسب المنتخب الاسبانيا لا هو فنية وتكتكيا ند الناد ان بلح وليدورك في المؤتمر قال ان منتخب اسبانيا دايما بيرهق المنافسين بان هو دايما بيستحوز على الكرة بنقل الكرة كتير فاحنا هدفت ان احنا نخلي الاستحواز ده ملوش لازم او سلبي وده الفحال اللي عحصل في المطر انت بتتكلم اسبانيا معاك ورقة عادي السحوز اسبانيا شهود الاولاني كان 69% تقريبا الشهود تاني وصل 85% في قوات ولكن وبعدين بلا خطورة المنتخب المغربي واقف صح ما اقفل كل الخطوط الباص سواء من عمق الملعب لجافي وبيدري او من الطرفين بتحرك فيلان توريس وقلمه يمكن الحاجة اللي كان خطر شوية على المغرب لكنه ما حصلتش مدهات المطش هو وجود الظرو موراتي اساسي مكان اسنسيو موراتي لعب مع كل علاماتي السفامي اللي عليها ولكنه مهاجم قادر انه يجري في ظهر الدفاع بشكل كويس قادر انه يسحب مساحة عشان يفضي فران توريس عشان يفضي داني القلمه فده اللي كان هدف ويدر ريكراكي من البداية انه هو يقفل كل الكلام ده وده اللي حصل خلال المطش كله منتخب المغرب واقف على رجل كويس بيحاول يطلع بالكرة على طبعا من القوي بتبدأ من امرابط اللي عام مباراة ممتازة من البرابط اللي اصلا كان بيلعب هو مصاب وكان حسب كلامه مع المعيد بالبدل نحن ساعة ثلاثة الفجر بيحاول يجهز نفسه نلعب المطش فلعب مصاب حكيمي بيلعب مصاب اكرب بيتصاب ناف اكرد وعكيا رومانساز بيتصاب ناصير مزراوي بيتصاب اللعبة اكتر من اللعب بيتحمل على نفسه في المطش طول الشوت الاولين فمشفتش اسبانيا تماما زيلو شوت انتارجت دي اول مرة تقريبا من حوالي ستين سنة فكل شيء كان بيؤدي الى ان المغرب عارفة انها تخرج بلعزة من المطش مش زي ما بيتقال جملك لشيء لكن فعلا وانتخب المغرب كان هدفه انه يخلي استحواز اسبانيا اللي بتعمله على اي حد استحواز سلبي وده بالمناسبة المغرب عملته قدام بالجيكا الجيكا استحواز هي 67% ولكن مين كان الاختر كان المغرب مين سجل كان المغرب وده اللي كان عايز يوصل له اليدر كراكي اعتقد ان لو بوفال مثلا كان قادر يكمل اكتر من كده كان ممكن المغرب تسجل اكتر الدفع بشديرة اللي هو اللاعب اللي اول مرة يلعب انا عارف ان الراجل ضع اكتر من فرصة وكلام كتير ممكن يتقال عنه بس هو وجوده في الملعب كان هدفه ان هو زي ما عمل انريكي بوجود مراطة في ظهر دفاع المغرب عمل الريكراكي بوجوده في ظهر دفاع اسبانيا وراح الراجل في اكتر من لقطة حمد الله مهاجم عظيم جدا ولكن اعتقد ان تحركاته مش هتبقى زي تحركات شديرة لما نزل فده اللي كان هدف قليد الريكراكي هو في انها يوصل بالهدف ده لقرب نقطة ممكنة هي اعتقد دي امية مسلا بعد كده البدني وقع فكان اللاعب كله بقى اخر تلت ساعة بالكلم اللي انت بتقوله بالروح والعزيمة والكلام ده منطق جدا بعد 100 دقيقة قدام اسبانيا وفي كاس عالم فتوصل دولي التمانية بالضبط